ما تنساش تشترك في القناة واتخل شوف الملقصات اللي فاتتك هتهجبك وما تنساش طول رأيك في الفيلم بيبدأ في الميناء مع شان قائد فريق سوي سهول يونيتد لقرة القدم الفريق ده مكون من هنود وباكستان وموجود في بريطانيا علاقتهم بالقرة زي علاقة الستات بالقرة بالزبط هنتعرف عليهم واحد واحد بعد ما خلصوا تمرين راحوا على المطعم بتاع شان عشان يتغدوا فشان بيدخل يسلم على امراته جيني فبيتقول له اتأخرت ليه وكمان جاي ومعكش اللي تلمعته عشان يتغدوا على حسابك كل مرة فبيقول له وات صوتك هيسمعوكي فبيتحيل عليها شوية عشان ترضى تقدم لهم اكل فبيتوافق وبيتقول للمساعد بتاعها قدم لهم الكباب والبيرة فشان بيدحكوا بيقول لها بحبك قوي فبيتقول له الكباب بتاعم بارح والبيرة حطت عليها شوية مية ده بينجي حارس الفريق او خرم الفريق بيقول لي شان مش ده الكباب بتاعم بارح فبيتحكوا كلهم ومحدش بيرضى ياكل تاني يوم في التمرين شان بيشوف واحد وواحدة بيتفرجوا عليهم فبيروح لهم فبيقول له انا جوني باكسي معلق رياضي ودي بتكون انا فشر رئيسة بلدية المدينة احنا هنا عشان نقابل رئيس النادي السيد ظهروال جوني بيقول السيد ظهروال انت عارف طبعا ان المدينة اجرت لكم قطة الارض اللي عليها النادي لمدة 30 سنة بس انت مدفعتش الاجار لمدة 8 سنين وكمان بتأجر النادي للحفلات والاعياد وكمان النادي مكسبش مارش واحد من 25 سنة فمجلس المدينة قرر ان يهد النادي ويعمل حاجة مفيدة لأهل المدينة هيعمل مدينة ملاهي فالسيد ظهروال بيقول لها النادي عليه كام فبتقول له 3 مليون سترليني قدامكم 11 شهر وهنحجز على النادي فشان بيقول لها دي ارضنا ومش هنتخلى عنها فبتقول له خلاص قدامكم 11 شهر بس يا اما تدفع او الحجز على النادي جونو بيقول له انا عارف انك مش هتقدر تدفع 3 مليون فانا باقترح عليك تدخل البطولة الجاية هتبدأ بعد شهر وجايزيتها 3 مليون قول للكابتن يا اما يفوز بالبطولة او يسيب النادي السيد ظهروال عم شان بيقول له انا خسرت اتجارتي ورهانت بيتي عشان النادي يفوز بالبطولة خلاص ما عادش فيه حاجة تانية اقدر اعملها انا تعبت فشان بيقول له ما تقلقش يا عمي طول ما انا هنا محدش هيخلي النادي فمن الاهرة والحزن السيد ظهروال بيموت شان مفيش حل قدامه غير انه يكسب البطولة وعشان يكسب محتاج مدرب يدرب الفريق فعمال يدور على حد يدربهم مش لاقي فقرر يروح لتوني سينج دا كان لعب سابق في النادي فاول ما وصل ليه توني عرفه فخرج برا فشان خرج وراه وقال له احنا محتاجين مدرب احنا محتاجينك فقال له انا مش مدرب ابعد عني فشان قال له النادي اللي انت لعبت فيها يخضو مننا فقال له مليش دعوة انا معادش ليه علاقة بالقورة خلاص فشان قال له انت فاشل وجبان فسابه ومشي تاني يوم في النادي شان لقى المدرب توني موجود في النادي عشان يدربهم فراح له يسلم عليه فبيقول له انت متأخر ليه وفين الفريق فبيقول له اللي هناك دول ده افضل حاجة عندنا توني راح عشان يتعرف عليهم وبيعرف من اول ما قابلهم انهم ما بيفامش اي حاجة ومش عارف هيعمل ايه معاهم فبيقول لهم اجروا عشرين لفة في الملعب عاوز اشوف لي قطكم فبيهنجوا من اول دقيقة وبيكملوا بعدات تدريبات تاني يوم في المطعم المدرب بيقول لهم احنا ناقصنا دكتورة علاقة طبيعي عشان الفريق يكمل ديبو قال له رومانة اختشان دكتورة فشان قال له لأ ده لسه متخرجة وما ينفعش تبقى معانا اللي بديل الرجالة بس فتوني راح لا وقال لها انت معانا فشان معرفش يقول للمدرب لأ تاني يوم في التدريب رومانة بتقول للمدرب هو فيه امل اننا نكسب فقال له هما مش وحشين احنا الدفاع عندنا كويس المشكلة في الهجوم شان لوحده مش هيعرف يعمل حاجة انا محتاج مهاجم واحد بس وهعمل المعجزات بالفريق ده رومانة بتقول له انا عاوز اوريك حاجة ممكن تيجي معايا فبيقول لها ماشي فبتاخدوا تفراجوا على اللاعب ده فبيقول لها مين ده فبتقول له ده سوني شاب بهندي مهاري جدا زي ما انت شايف هتحتاجوا معانا فبتعرفهم ببعض فتوني بيقول له انا شفتك وانت بتلعب انت مهاري جدا بس نادي استون مش المكان المناسب ليك تعال لعب معانا في ساويس هول يونايتد فبيضحقوا بيقولوا انت بتهزر انا بلعب قرد قدم اما بقى فريقك ما بيعرفش يبص قرطين ورا بعض وسابه ومشي بالليل سوني ماشي مع صحابه فبيشوف المطعم بتاع شان فبيغبط الازازة في الشباك الازازة تقصر فرمانا بتشوفه فبيلف وشه عشان يجري بيتخبط في مراخيره فرمانا بتضحك وبتقول له مراخيرك بتنزف فسابه ومشي تاني يوم الصبح شان بيقول له اخته مين اللي عمل كده فقال لقله معرفش انا خرقت ملقتش حد فشان شاف سوني فقال لهم انا متأكد ان هو اللي قصر الازاز فسوني بيتريق عليه وواضح انهم ما بيحبوش بعض رمانا بتقول له انت ليه متأكد ان هو اللي قصر الازاز فقال لها عشان لما كان عنده 15 سنة قدم في النادي وما تقبلش وعشان كده هو بيقرهنا ده بيكون باتريق زميل سوني في النادي بيقره سوني جدا ومش عاوزه يكون في الفريق عشان هو هندي والنادي ده للانجليز بس فبيرفع القورة عالية جدا عشان يغلط سوني بس بيعمل دابل كيك بيدخلها جون القورة كانت مع سوني فبترك بيقول له باص القورة فسوني علقه والكل يضحك عليه فبترك شتمه فمسكه ببعض سوني بيقابل أبوه في السوبر ماركت اللي ما بيكلموش من فترة فسوني قال له انا بلعب في نادي أستون والشهر الجاي هتأيد مع الفريق الرسمي فقال له قصروا مراخيرك النهاردة وبقرها يطردوك فسابوا ومشي نروح بقى لفريق الأحلام المدرب بيدربهم على التهديف وازاي يشوتوا القورة فقال لهم انا عاوز كل واحد فيكم يشوت على الجون وما فيش حد فيهم عارف يشوت كلهم عهات إلا شان بس سوني بيروح لوالدته عشان يشوفها فبتقول له انت متأكد انهم هيختاروك في النادي فقال لها طبعا ابنك الأفضل فبتقول له انت ليه ما بتلعبش في ساوسولو نايتد فقال لها عشان ما بيعرفوش لعبه قورة فبتقول له ابوك عارف ان الاختبارات النهائية بقرة فابو دخل عليهم وقال لهم عارف بس ما يفرحش قوي عشان مش هيختاروه عشان هو هندي مش انجليزي زيهم فسوني زعل من ابوه فسابهم ومشي تاني يوم بيروح النادي عشان يشوف النتيجة فلاقى نفسه برا الفريق زي ما ابوه قال له نرجع تاني لفريق الأحلام النهاردة اول ماتش ليهم في البطولة فالمدرب قال لهم لو خسرته النهاردة عادي مفيش مشكلة لسه الطريق طويل قدامنا لعبه برجولة وهتكسبه المهم الفريقين بينزول أرض الملعب والحكم بدأ المباراة وعينك متشوف الله النور اللعبة ميتة ومش قادرة تمشي ومع أول دقيقة اللاعب عدة من الأول والتاني وهب في قلب الجون والحارس عامل زي هريدي بتاع مرجان أحمد مرجان ما شافش القورة وبعدها على طول هاجمة تانية على الجون بس المراضي هريدي بيصدها بس بطوع من ايده فلعب تاني كمل عليها وجابها جون وبعدها الهدف التالت والرابع وراء على طول ويشان بيلعب لوحده مفيش حد بيساعده وبينتهي الشوت الأول والنتيجة 4-0 الشوت التاني بدأ والحارس مش في المرمى بيكلم زميله فالفريق المنافس شاف الجون فاضي فسنتره بسرعة وفي الجون على طول 5-0 والمدرب برا مش عارف يعمل ايه والمباراة ختمت بالجون السادس وهم في الباص كل واحد عمال يلوم التاني على الهزيمة فشان بيزعق لهم وبيقولهم انتو مش مكسوفين من نفسكم فقال له انا عرفت اللي حصل لك انا مش مستغرب انهم رفضوك عادي انا كنت متوقع ان ده هيحصل فقال له ده نفس كلام ابويا فالمدرب قال له هتعمل ايه بعد كده فسوني قال له انا الافضل هدور على نادي تاني فتوني قال له تعالى لعب معي في ساويس هول يونايتد فبيضحك وبيقول له انا لعب قرة قدم اما بقى فريقك فملهمش علاقة بالقورة انا تحداك ان فيه حد فيهم يقدر يقطع من القورة فقال له طب لو حد عرف تلعب معانا فقال له مين فقال له انا ودلوقتي فسوني قال له ماجي يلا بينا توني يكسب التحدي فسوني قال له عاوزني بقرة امتى فقال له الساعة سبعة تكون في النادي تاني يوم الصبح حشان بيشجع زميله ويحمسهم قبل المباراة الجاية فبيدخل عليهم سوني وبيفضل واقف فمونتي قال له بص وراك فشان بص وراه وقال له انت بتعمل ايه هنا فالمدرب قال له انا اللي جبته الكل يجهز ويخرج برا عشان نبدأ التمرين فشان بيقول لي سوني انت بتحب تكسر الشبابيك انا بقى هكسر عظمك بينزلوا الملعب عشان يتدربوا سوني في فرقة وشان في فرقة سوني معا القورة وبيعد من الاول والتاني فشان دخل عليه عشان يكسره فسوني بيعد منه وجاب جون شان واقف جنب سوني فخبطه بالكوع في مراخيره فجاب الدم تاني فراح يتخنق معاه فالمدرب قال له رمانا على الجيه وقال له شان انت اللي خبطته فقال له لأ فقال له ماشي هنشوف الموضوع ده بعدين انزل الملعب تاني يوم شان بيروح للمدرب توني البيت فبيقول له ان سوني ما انفعش يكون معانا وهيغضر بينه فتوني قال له انا المدرب وعارف الفريق محتاج ايه بالزبط ماليش علاقة بمشاكلك الشخصية مع سوني انا كل اللي يهمني الفريق وسوني اضافة قوية جدا للفريق بتبدأ المباراة تانية في البطولة مع فريق استون الشروط الاول خلص واحد صفر لفريق استون ومحدش منهم عاوز يباصل سوني فراح غرفة الملابس توني قال لي سوني القرة لعبة جمعية مش فردية باصل زميلك فقال له قلهم الكلام ده محدش منهم راضي باصلية بيبدأ الشروط التاني وشان معا القرة وبيفضل ماشي بيها ومش عاوز يباصل سوني لحد ما تقطعت منه باتريك بيستفز سوني وبيشتمه فسوني زقه فالحكم عطاه انزار اصفر فالمدرب عمل تبديل وخرج سوني برا فسوني خارج متدايق وبيقول له انت بتعمل ايه انا ما كان في الملعب بعدها فريق استون بيجيب الهدف التاني وبتخلص المباراة من صفر وهم في غرفة الملابس كل واحد بيشايل الليلة للتاني وبيتخنقوا مع بعض فالمدرب دخل عليهم وقال لهم انتوا ليكوا نفسي تتكلموا عشر دقايق بس والكل يكون في الباص فبياخدهم يزوروا ملعب منشستر يونايتد كنوع من التحفيز واني النادي ده من اعظم النوادي في العالم وعندهم اعظم لعيبة معلومة الفيلم ده تعامل سنة 2007 ايام المجد حتى كريسيانو منور هناكو انما دلوقتي لو اسمنت اسيوط لعبهم هيخسروا المهم توني قال لهم انا تعبت منكم ومن الانانية اللي انتوا فيها ده مش شكل لعيب القورة لو عاوزين النادي يفضل وما يتهدش فالحل في ايديكم العبوا برجولها وبروح بعد المحاضرة التحفيزية اللي المدرب قالها اللعيبة تحمست وبدأوا يتضربوا برجولها وحماس عشان ينقذوا النادي ثالث ماتشي ليهم في البطولة بيبدأ وفي اول نص ساعة دخل هدف في مرماهم فسنتروا بسرعة عشان يلحقوا يعوضوا وبقوا يعرفوا يمسكوا قورة ولعبوا متحسن عن الاول فالقورة وصلت لشان وهو بسرعة بصعى السوني فجاب هدف التعادل وجوني وانا في شرقل اوه مش مسدقين الماتشي بيكمل وبيدخل فيهم الهدف التاني فشان رد عليهم بسرعة بهدف التعادل بعدها شان بيتقسر وبيطلع من الملعب مصاب فبيكملوا الماتشي وسوني بياخد ضرب الجزاء ودخل هو يشوتها فجاب هاجون والماتشي خلص 2-0 لصالحهم ودي اول مباراة يكسبوها من 25 سنة انا في شر بتقول له جوني مين ده فقالها ده سوني فقالت له اللاعب ده خطر علينا لازم متخلص منه بالليل بيحتفلوا بالانجاز التاريخي اللي عملوه فشان راح لسوني ويداله الامص المفضل بتاعه عشان يلبسه وبيتصلحوا وبقوا حبايب شان بيقول للمدرب ايه اللي حصل في البطولة سنة 1985 وليه ما لعبتش وخسرنا النهائي فتون بيتدايق فالكل فضل يقوله من فضلك قولنا ايه اللي حصل فقال لهم ليلة المباراة النهائية كنت في البار وكان فيه مشجعين انجليز كتير وانا الوحدي ففيه مشجع انجليزي قال لي ما تلعبش المباراة النهائية وبيهددني فكان فيه مشجع هندي وقف يمنعهم عني بس ضربوه وهددوني لو لعبت هنقت المراتك وابنك فدي كانت اول مرة خاف فيها فهربت من المدينة وما لعبتش المباراة النهائية وخسرنا وخنت النادي فسوني قال له من الراجل اللي انقذك فقال له مش عارف اسمه بس انا لسه فكر شكله كويس تاني يوم شان بيشوف صورة سوني في الجرائد فغار منه وبيقول لمراته اكيد دفع لحد فلوس عشان ينشر صورته فاخته بتقول له وهي مبسوطة كل الجرائد بتتكلم عن النادي وسوني فقال لها انت مبسوطة كده ليه اوه تكوني بتحبيه فقالت له انا ما بكرهوش فقال لها انا بعرفك بس اوه تحبيه فامراته قالت له مش انت اللحظان تنبارح وديته اميسك فقال لها انا كنت سكران بيروح لسوني التدريب فبيقول له انت عندك حد في حياتك واحدة يعني بتحبها فقال له ده حاجة شخصية فقال له احنا صحاب عادي يقول لي فقال له اه بحب واحدة فقال له مين فبيتحقوا بيقول له القورة وسابوا عشان يكمل تدريب الفريق اتحول 180 درجة من فريق ما بيعرفش بس قورة لفريق عالمي وبدأوا يكسبوا المباريات بتاعتهم والكل مش مصدق من التحول اللي حصل والصحف بدأت تكتب عنهم وعن المعجزة اللي حصلت في النادي والمشجعين بدأوا يرجعوا يتفرجوا على الفريق تاني شان فك الجبس وبدأ يرجع يتضرب تاني عشان يرجع بسرعة للفريق فالمدرب رحب برجوعه فبيشوف الكوتش مهتم بسوني عنه وهو كابتن الفريق فبدأ يغير منه اكتر من الاول الفريق بعدما كان اخر واحد في البطولة بقى الرابع على البطولة توني قاعد يتفرج على الاخبار وفرحان من اللي عملوا مع الفريق بس الان من العلاقة اللي بين شان وسوني فقرر ياخد الفريق في اجازة عشان يصالحهم على بعض فبيصهرهم بالعافية جنب بعض ومفيش حد منهم طيق التاني المدرب توني وهو بيوزع مفاتيح الغرف ادى مفتاح واحد بس لشان وسوني فشان قال له انا مش هبات معاه فالمدرب قال لهم هو مفتاح واحد بس اتصرفه فبيدخلوا يناموا مع بعض في القوضة فبيتكلموا مع بعض شوية فشان بيقول له ده اخر موسم ليا انا لازم اكسب البطولة انا معتمد عليك انت لها تكسبنا البطولة وبقوا حبايب انا فشار بتقول له جوني انا استحالة سيب ناديسة والسهول يفوزي السنة دي بالبطولة الارض دي لازم اخدها باي طريقة شوف لك حل فجوني اللامتي لايش اشوف حل بيروح لسوني البيت وبيعرفه بنفسه وبيقول له انا بمثل مجموعة من الانديا الكبيرة احنا شفناك بتلعب الموسم ده انت لعيب مهاري جدا بس انت في الناد الغلط اللي مش مقدر امتك فسوني قال له لو مش عرض كويس مش عاوز اعرف فقال له ده العرض شوفه بنفسك وده تليفوني يكلمني بالليل سوني متردد يوافق ولا لأ وبيت جديد جوني بيقول له دي فرصتك اللي كنت مستنيها فبيوافق وبيروح عشان يمضي العقد فبيضي له ظرف فيه 25 الف مقدم تعاقد وقال له بس فيه شرط واحد قبل ما تمضي فقال له شرط ايه فقال له العقد هيبدأ من دلوقتي يعني ماينفعش تلعب لأي فريق تاني يعني مافيش نادي سويسول يونيتد فقال له ازاي فيه مباراة مهمة بعد بكرة انت ما قلتش ليا الكلام ده من الاول فقال له ده حاجة مش مهمة ما تقلقش انا ههتم بكل حاجة امضي ما تضيعش فرصتك فبيمضي على العقد والخبر انتشر في الصحف تاني يوم الفريق بيروح للبيت فبيقولوا ليه الكلام ده بجد انت مش هتلعب تاني معنا انت شخص حقير وخاين فقال لهم انا لعب كرة قدم محترف وانا مش اول واحد يسير فريق ويروح فريق تاني انتو مكبرين الموضوع ليه فشان بيقول له الموضوع مش كورة بس احنا بندفع عن اسمنا وهويتنا ودي حاجة انت متعرفهاش فسابه ومشي المباراة الجاية للفريق لو فازوا فيها يكسبوا البطولة اما لو تعادله هيلعبوا ماتش فيصل مع فريق استون بتبدأ المباراة وفيه هجمة على الفريق فالحارس صدها ومسك القرة بس تصاب وطلب التغيير فبينزل الحارس اللي احتياطي ومع اول هجمة عليه بيدخل فيه جون والشوت الاول بيخلص والسوني بيتابع المرش في العربية الشوت التاني بدأ والفريق قدر يجيب جون التعادل عن طريق شان وفي اخر دقيقة هجمة مرتدة للفريق فاللاعب عمل فاول في منطقة الجزاء فالحكم حسبها ضرب الجزاء ومونتي هو اللي داخل يشوتها لو جابها الفريق يكسب البطولة لو ما جابهاش هيلعبوا ماتش فيصل مع فريق استون بس مونتي بيشوتها فوق العرضة والماتش بيخلص تعادل سوني راح يشوف ام وابوه عشان ياخدهم بيته الجديد فابوه خرج ليه وقال له انت بتعمل ايه هنا فقال له انا جاي اخدهمي تشوف بيتك جديد فقال له امك مش هتروح معك اي مكان روح انت لعب كرة مع فريقك الجديد وانسى ان ليك اهل رمانة بتروح للبيت عشان ترجع له الفستان اللي كان اشتراه لها وبتقول له انا مش عاوزة اي حاجة منك تفكرني بيك انت خنت الناس اللي بتحبك بجد عشان الفلوس وثابته ومشت سوني راح مطعم عشان يتفرج على الماتش الفيصل اللي هيبدأ كمان ساعتين ففي واحد بيشوفه بيقوله انت سوني بيشان انا مش مصدق نفسي انت ابن جاديف بيشان فسوني قال له انت تعرف ابويا فقال له اعرفه ده كان اعز اصدقائي ابوك ده كان مشجع متعصف جدا للقورة وبالذات نادي سويسول يونيتد اكيد هو فخور بيك دلوقتي ابوك ده كان اعز اصدقائي وبدأ يعيط وبيقوله بس ما شفتهوش من ساعة الليلة المشؤومة فسوني بيقوله ليلة ايه فقال له الليلة اللي قبل النهائي سنة 1985 إلا بوك انقص فيها المدرب توني وطلع الراجل اللي المدرب توني كان حكي لهم عنه هو بو وقال له كمان ان بوك كان حلمه ان نادي سويسول يونيتد يرفع الكاس في يوم من الايام وكان بيقولي ان ابني هو اللي يحقق حلمي فسوني اول ما سمع الكلام ده خرج بسرعة وركب العربية وراح يلحق المتش الفريق وصل لستاد وهما في ورفة الملابس توني قال لهم ان اول ما بقيت المدرب قلت النفسي انا هعمل كل حاجة عشان اساعدكم بس الحقيقة انتم اللي ساعدتوني وخليتوني لما حد يسألني انت مين اقول لهم انا توني سينج مدرب نادي سويسول يونيتد بعد اما كنت بستخبى من الناس انا عاوزكم تنزول ارض الملعب عشان حاجة واحدة بس وهي الفوز انا ما قدرتش احقق البطولة لما كنت لعب بس انا عندي ثقة فيكم انكم هتكسبوا البطولة وحقق حلمي وانا مدرب انزلوا الملعب ولعبوا برجولة الفريق نزل ارض الملعب وسوني وصل للاستاد ودخل قدة الليبس عشان يغير هدومه ونزل ارض الملعب بسرعة فالمدرب بصوله وقال له انزل جوني تفاجئ اول ما شاف سوني وانا في شهر بتتصل به ما بيردش عليها المباراة بتبدأ وفي اول خمس دقايق هجمة مرتدة وهدف اول سجله سوني بعد تمريرة من شان فريق اسطن ما استناش كتير وتعادل شان رد عليهم بهدف مركنية والنتيجة بقت اتنين واحد والشوت الاول بيخلص الدكتور بتاع نادي ملوال اتصل بجوني وقال له ان سوني عنده كسر في مراخيره ماينفعش يلعب فجوني اتصل بسرعة بمدرب فريق اسطن وقال له ادرب سوني في مراخيره عشان مكسورة خليه يطلع برة فالست دي سمعته وراحت تقول لرومانا انه ما يكسروا مناخير سوني فراحت للمدرب توني وعرفته فقالت له طلعه من الملعب بسرعة مدرب فريق اسطن قال لباتريك ادرب سوني في مراخيره وعرف زميلك ففيه لعب خبطه بالكوع في وشه وقعه على الارض والحكم ما طلعش انذار واللعبة بتحتاج على قرار الحكم سوني بيطلع برة يتعالج ونزل تاني يكمل الموتش هجمة مرتدة لفريق اسطن بتنتهيب ضرب الجزاء باتريك دخل يشوتها وجابها جون ونتيجة بقت اتنين اتنين سوني بياخد القرى بسرعة وبيروح عشان يسنتر القرى ركنية للفريق وسوني داخل عشان يغبطها بالدماغ باتريك خابطه في مناخيره تاني والحكم ما حسباش ضرب الجزاء والمدرب توني برة بيطرد على الحكم وبيقول له انتعمه ما شفتهاش سوني عينه بدأت تضعف ومش شايف فشان قومه عشان يكمل الموتش فشاف ابوه في المدرجات بيتفرج عليه فالمدرب شافه هو كمان وعرفه رومانا بتقول للمدرب خرج سوني فقال لها دا يومه مش هيحصل له حاجة خلاص الموتش هيخلص وشان مع القرى وبيعدي من الاول والتاني وبيبصاه هناك عند الرقنية وسوني بيجري وبيقول له رفعها فالقرى ترفعت وسوني طار بدماغه لحاها باللحارس وداخل الجون والحكم صفر والموتش خلص وفريق سوي سوء الكسب البطولة والنادي مش هيتباع تاني يوم أنا فشر بتديهم عقد جديد لمدة 30 سنة كمان والمدرب توني راح سلم على بوسوني وهم وقفين مرات شان بيجي لها الطلق فاخدوها وراحوا على المستشفى فبتول الطفل فبيقولوا لشان هتسميه ايه فقال لهم هسميه سوني فالكل بيفرح وبياخدوا صور تسكرية وبيخلص الفيلم ما تنساش تشترك في القناة واتخد شوف الملخصات اللي فاتتك هتعجبك وما تنساش تقول رأيك في الفيلم سلام